قفزة النوعية شكلتها الاتفاقية الموقعة بين شركتي سونتراك وإيني الإيطالية التي تهدف إلى تحديد طرق التعاون في مجال المحروقات خاصة ما تعلق منها بالهايدروجين والأهم إعادة بعث الاستكشاف بالتكوين وإنتاج الوقود الحيوي والتكرير بمنطقة جنوب حوض بركين وتدخل هذه الاتفاقية الأولى التي تم إمضاؤها في مسار عملية إبرام عقد جديد في مجال محروقات في إطار قانون المحروقات الجديد 13-19 هذا وكان الاتحاد الدولي للغاز قد أقر بمصدقية الجزائر وشركة سونتراك خلال الخمسين سنة الماضية بخصوص إمداد القارة العجوز بالغاز والغاز الطبيعي المسال مما ساهم في ضمان أوروبا دافئة صناعية ومزدهرة بالنسبة إلى التصريح الذي قامت به أوروبا بأنها تقول أن اتفاقية بين الجزائر وأوروبا بالنسبة للغاز دافئة هذا يرجع إلى أن الجزائر يعتبر الممون الرئيسي لأوروبا بعد روسيا لكن هناك اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وأن الدول الأوروبية تستفاد كثير من الغاز الجزائري لأن رغم الاتفاقية تجارة دولية الجزائر كانت تريد أن تبيع الغاز تحاق في إيطاليا وفي إسبانيا وفي أوروبا لكن في فرنسا لكن هذه الدول لم يجعل الجزائر تبيع في هذه هذا يقولوا بالغاز الجزائري دافئ لماذا؟ لأنهم يتحصلوا على كمية كبيرة من الغاز منذ 30 سنة وتعد دول جنوب البحر الأبيض المتوسط أحد أهم زبائن الجزائر في مجال الغاز والنفطة حيث احتلت الجزائر المرتبة الأولى كموردة رئيسية للغاز نحو إسبانيا وحلت ثانية كمصدرة لنفس المادة نحو السوق الإيطالية